موسيقى مشاهدين العزاء من كل مكان نرحب بكم في نشرة الأخبار من قناة حضر موت الفضائية والبداية نستهلوها بأبرز العنوان رئيس مجلس القيادة يعقد لقاء متعدد الأطراف مع المبعوث الأمريكي ومسؤولين دوليين رفيعي المستوى ارتفاع سعر الصرف يكدس الكثير من البضائع لدى الباعة ويؤدي إلى تلفها الاحتلال الإسرائيلي يرتكب أربع مجازر بغزة وآليات الاحتلال تقتحم جنين وتحاصر مستشفيين في المدينة ومن الإجاز إلى التفاصيل أهلا بكم عقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليم لقاء دوليا متعدد الأطراف ضم المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندر كينج ومسؤولين رفيعي المستوى على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وناقش اللقاء مستجدات الوضع اليمني والضغوط المطلوبة من المجتمع الدولي والقوى الكبرى لدفع الحوثيين إلى التعاطي الجاد مع جهود الوساطة الإقليمية والأممية لخفض التصعيد وإطلاق عملية سياسية شاملة كما تطرق اللقاء إلى مسار الإصلاحات الاقتصادية والخدمية والمؤسسية وسبل الاستجابة لدعمها كخيار أمثل لتعزيز فرص السلام وتخفيف معاناة الشعب اليمني ناقش محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي بالمكلة مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي زين علي الخطط والمشاريع التنموية للبرنامج في المحافظة واتطلع بن ماضي من الوفد الأممي على خطط البرنامج المستقبلية وجوانب التنسيق مع السلطة المحلية في هذا الجانب وبحث اللقاء سبل تعظيم الاستفادة منها في إطار التوجه العام لأولويات وبرنامج السلطة المحلية وأهمية التركيز على مشاريع التنمية المستدامة وشدد محافظ حضرموت على أهمية أن تشمل هذه البرامج جميع الجوانب ذات الأولوية والاحتياج من جانبها أكدت المسؤولة الأممية استعداد المنظمة للاستجابة للأولويات ورؤية السلطة المحلية في ترجمة خطط وعمل البرنامج ورفع مستوى الشراكة لتمويل المشاريع التنموية تفقد الأمين العام للمجلس المحلي بحضرموت صالح العمقي برفقة وفد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سير العمل بجسر المشاة بمنطقة خور المكلة وأوضح مدير المشروع ربيع بدع عام أن المشروع يشمل إعادة تأهيل جسري المشاة بخور المكلة وبأن نسبة الإنجاز في الجسر الأول بلغت أكثر من ثمانين بالمئة بينما بلغت نسبة الإنجاز في الجسر الثاني ستين بالمئة بتكلفة تقدر بمائة وتسعة وخمسين ألف دولار كما تفقد العمقي والوفد الأممي العمل في مشروع إعادة تأهيل سوق المكلة المسمى بسكة عقوب والذي يهدف لإعادة السوق باعتماد بناء مواد قديمة وتقليدية بكلفة مائة وعشرين ألف دولار شاركت مؤسسة حضر موت تنمية بشرية في قمة المستقبل التي عقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك حيث كانت جزءا من الوفود المشاركة في الأيام التحضيرية التي سبقت القمة ومثل المؤسسة في هذه القمة المدير العام التنفيذي للمؤسسة المهندس طارق بالخشر وعضو مجلس الأمنا الدكتور عبد السلام الجوفي وممثل المؤسسة لدى الأمم المتحدة عمر بن سميدة وأكد ممثل المؤسسة خلال القمة دعمهم الكامل لأعلان وثيقة المستقبل الذي تم اعتماده رسميا في الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يهدف إلى تحقيق مستقبل أكثر استدامة وشمولية وركزت فعاليات القمة على خمس مسارات رئيسة تشمل التنمية المستدامة والتمويل والسلام والأمن ومستقبل رقمي للجميع والشباب والأجيال المقبلة والحوكم العالمية وموضوعات أخرى تتعلق بحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين يعيش المواطن وازمة متعددة وغلاء في المعيشة اليومية جعلت البعض منهم يضطر للعمل طول اليوم لتوفير لقمة عيش لأسرته وعلى الرغم من ذلك ترتفع الأسعار يوما بعد آخر وسط آمال المواطنين بانتياء هذه المعاناة نتابع معكم جملة من أرأي المواطنين في حضر موت حول الوضع المعيشي كلنا تعبانين يا أخي حياة مظلمة جوح بنا وكلّ حيّة ماشي فايدة والله تعبانين يا أخي وبغناء يعري بنموت أحسن ولا الحياة والله العظيم والله تحلف لك أن غداك متحسر لقايح عشاء وتكلمت وتكلم وتكلمنا ماشي فايدة كلام كلّ يدخل من هنا ويدر من هنا فايدة يا أخي والله الموت والحياة هذه يعني اول كانت ايش يا اخي مبسوطين يعني حياة ديلي زادوا يعني بظلم زادوا بظلم ديزل بكم يعني بترول بكم وقوز بكم يعني كل يوم قلتما بعد دي اسبوع قلتما ولا صريط ولا ذا ما كنا كده في الحالة هذي كنا احسن ناس في البلاد هذي اليوع فينا يا اخي ولا ايش يقول له المواثل اللي هو من قده كادح كادح لوه سنين منتعب لا متاهد هذا الصبر فوراتنا تسترق بالنهب بالاشية الوايدة ونعوضون نحن العملة هذي ينهونها يقولوا نحن عملة بديلة هذا هم رجالة صدقوا عن جديد ومكانوا مالا بل بل حقر شاب ضل بل 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 عملة اما الشاعب وقى رحلة هنا يقف في ضيقانين ما شفنا في مطالب حضر موت غير الكلام الفاضي اللي يسوقونه علينا والآن انتهت مرحلة التسويق هذه نحن نريد مطالب تحقق على أرض الواقع مطالب حقيقية قوية يشعر بها الإنسان المواطن الضعيف يحسها يلمسها قدامه شفت مطالب من ناحية المعيشة المعيشة الان واضحة ان كل الناس تعاني تعاني من ارتفاع سعر العملة وتعاني ايضا من يعني فوضى في المواد الغذائية ولا يوجد رقابة في المواد الغذائية مواد منتهية الصلاحية تباع ما احد يطلع يعني الحكومة هذه عايزة ولا تقوم بأي دور اصبحت المستشفيات والصحة تقول كأنك داخل الى مستودع وكأنك الى سوبر ماركت وكله بالأموال ما عادفش يعني الذي ظروفه قاسه لا يستطيع ان يعالج لا يستطيع ان يذهب الى المستشفيات يعني المواطن بيشتغل سايق باص بيشتغل مدرس بيشتغل مع معلم وبيشتغل يعني بيوصل حد بغا يطلع له اي حاجة حمال وبيشتغل ايش وعده ما يوصل مكان يعني البطمة خمسة كيلو يعني بعشر الف وكام ولا جيت الى الماء ولا جيت الى القربة ولا جيت المندراج يعني جنون جنون انه مرتباتنا هذا ما تكفي ولا يتفيه بالمعيشة وبالتالي اصبحنا حايرين في صرفياتنا اليومية وفي ما يقدر يعيش وانه ما شغله فيه هديون انه في البقالات وانه في الصيدليات ما يقدر وانه ما يصابر نفسه بس في المعيشة تشهد الاسواق في حضر موت تدهورا كبيرا في عملية البيع والشيراء الامر الذي ادى الى تكدس بعض المنتجات والبضائع وتعرض الكثير منها للتلف بسبب ارتفاع سعر الصرف والذي نتج عنه زيادة في اسعار المواد الغدائية والكمالية المزيد من التفاصيل في سياق التقرير الاتي بضايع مكدسة ومحلات شبه فاضية ومنتجات توجك ان تنتهي هكذا حال الاسواق في حضر موت تفاقم الاوضاع المعيشية الصعبة اذكى لكاهل الكثير من المواطنين في ظل ارتفاع اسعار المواد الغذائية والسلعية ما ادى الى ضعف القيمة السوقية وانهيارها اكيد طبعا موضوع الصرف فترة تلاقي يزيد فترة ينقص ومن ناحية ان التكسير كل يوم يكسر على حسب الصرف والبضاعة زادت كل ما زاد الصرف زادت البضاعة وقلت الدخل الفلوس يجي الشخص ماشي معه يعني يكون راتوبة قليل بعد يقدر يشتري العين تكون غالية يرجع يضطر انه يتركها ويروح اكيد بعض بضايع تكون غالية وما يقدر المواطن يشتريها وتكون تجلس عندنا الفترة ويقرب تاريخها بس بعض التجارة يرجعها وبعضها تجلس معنا وتنتهي اختناق شديد تشهده السوق اضعف عملية البيع والشراء والذي ادى الى تلف بعض البضايا فقد اظهر مقطع فيديو انتشر في مواقع التواصل ضبط العديد من البضايع منتهية الصلاحية تباع في المحلات التجارية والبعض الاخر تعرض للتلف نتيجة انقطاعات الكهرباء المستمرة وتخزينها بشكل سيء اكيد نعم لا قلة البعاء والشراء قلة الاسعار وين الاسعار نار البقعة مع الخارج يعني لا عشي معنا خراجي احنا ذا حين ولا مع الزبون يعني الميت الريال خمسين الف ريال يمني فايش بيشتري المواطن اذا كان راتبه اه اربعين الف بيشتري قطمارز ولا سكر يعني ما تكفي هذا هذا تدهور يعني يعني بلاء رحمة هذا بسبب المفسدين في البلاد المواطن لما يجيب يشتري يعني شي بسيط ما يقدر يشتري اسعار مرتفعة يعني السكر الزيت كل شي العملة كلما تدهور اصبح المواطن يجوب الاسواق والمحلات بحثا عن اقل الاسعار وعروض التخفيضات وهو ما ينذر بكارثة ومجاعة تهدد حياته المعيشية ليصبح المواطن ويمسي وهو يحارب من اجل لقمة عيشه محمد بن فضل لقناة حضر موت المقلة ارتكبت قوات الاحتلال الاسرائيلي اربع مجازر وصل منها للمستشفيات 28 شهيدا و85 مصابا خلال 24 ساعة بحسب وزارة الصحة الفلسطينية بغزة وقالت مصادر طبية ان 53 فلسطينيا استشهدوا في غارات شنها الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر الثلاثة وفي الضفة الغربي اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها واعتقلت 35 فلسطينيا وافادت وكالة الانباء الفلسطينية بان عدادا كبيرة من الاليات العسكرية اقتحمت المدينة من جهة حاجز الجلمة العسكري وبدأت بمحاصرة كل من مستشفيي جنين الحكومي وابن سينا استهل منتخبنا الوطني للشباب مشوار تصفيات آسيا ضمن المجموعة السادسة بالفوز على منتخب تيمور الشرقية بثلاثة هداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب مادية بالعاصمة الاندونسية جاكرتا وسجل ثلاثية منتخبنا الوطني عبدالعزيز مصنوم هدفين وعبدالرحمن الخضر بينما سجل هدف منتخب تيمور الشرقية أليكسندر باهكتو وبهذه النتيجة حصد منتخبنا الوطني أولى ثلاث نقاط وتصدر ترتيب المجموعة السادسة التي تضم أيضا منتخبات تيمور الشرقية وجزر المالديف واندونسيا ختام النشر مشاهدين العزائي إليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء رئيس مجلس القيادة يعقد لقاء متعدد الأطراف مع المبعوث الأمريكي ومسؤولين دوليين رفيعي المستوى ارتفاع سعر الصرف يكدس الكثير من البضائع لدى الباعة ويؤدي إلى تلفها الاحتلال الإسرائيلي يرتكب أربع مجازر بغزة وأليات الاحتلال تقتحم جنين وتحاصر مستشفيين في المدينة في ختام النشر مشاهدين العزاء نشكركم على حسن المتابعة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل ولمزيد من الأخبار تابعوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي آت حضر موت تيفي دمتم في حفظ الله ورعايته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر